دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت الأستاذ صالح الأنقي اليوم بالمكلة المخيم الطبي التطوعي المجاني لجراحة الأطفال والحروق وجراحة المسالك البولية بهية مستشفى بن سينة المركزي بالمكلة برعاية وزارة الصيحة العامة والسكان والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت وخلال التدشين تعرف الأمين العام الرئيس هيئة مشفى بن سينة الدكتور خالد شيبان على طبيعة عمل المخيم الذي يقام خلال الفترة من 25 حتى 31 ديسمبر ويقدم المخيم خدمات الفحوصات والبعاينة وإجراء العمليات في تخصصات جراحة وتجميل الأطفال وإجراحة المسالك البولية لأكثر من مئة حالة بإشراف كادر من الاختصائيين المحليين ومن الأشقاء في المملكة العربية السعودية